مع حضراتكم والفحوصات الطبية الأولية أكدت إصابة عمار حمدي لعب النادي الأهلي بكادمة قوية في أصبة رجليه وده كان في مشاركته في المباراة اللي كانت مبارح طبعاً بين الأهلي ومينيت سمنود على ملعب التيتش بالجزيرة وغادر عمار حمدي المباراة قبل نهاية الشوط الأول بعد طبعاً تعرضه لإصابة زي ما قلت لحضراتكم يكن عمار حمدي واحد من اللعيبة اللي كان دايماً بنتكلم إن هو جاي كان متقلق مع النادي التحسي كندري وهياخد فرصة شفنا مبارح النادي الأهلي بيكسب مينة سمنود سبعة وده رقم كبير شفنا لعبة كتير بتسجل طهر بيسجل، كهرباء بيسجل، شوف حسام حسن بيسجل هدفين كل اللعيبة اللي هي ما بتشاركش مع النادي الأهلي بشكل منتظم شفنا مبارح بيسجله وموجودين وعمار حمدي كان عامل مطش كبير يعني فكرة إن المطش اللي ودي إن هاي دي النقطة اللي كتبكن فيها وعنده لعبة كتير وعنده نجوم كتير سواء على دكة البودلاء أو حتى اللي في الملعب فالراجل عايز يشوف مين اللعيبة اللي ممكن ينور في ودية زي دي يبتدي يشتغل أي طهر محمد طهر بعيد خالص كل البعد مبارح بيسجل هدف مع النادي الأهلي كهرباء نفس الكلام اللي الناس كان بتكلم إنه هو ممكن إن يكون مش موجود مع النادي الأهلي الفترة جاء أعتقد كهرباء هيبقى موجود مع النادي الأهلي الفترة الجاء يعني ممكن تشوف موسيماني بيعتمد عليه أو موجود حتى على دكة البودلاء في المطشاط اللي جاية كل اللعيبة اللي موجودة في النادي الأهلي الحقيقة أحمد عبدالقادر كمان واحد من النجوم اللي موجودين مع النادي الأهلي لسه ما خدش الفرصة بشكل كامل ولكن كل دول أو كل الأسامي اللي أنا بقولها دي كلهم نجوم وكلهم يستحقوا إنه هما ياخدوا فرصة مع النادي الأهلي في الفترة اللي جاء لأن الحقيقة كلهم كانوا متقلقين بشكل كبير جدا مع أندياتهم سواء عبدالقادر أو عمار حمدي اللعيبة اللي رجع من العارة أو حتى اللعيبة اللي موجودة داخل النادي الأهلي فأعتقد إن موسيماني هيبتدي يبص بقى لكل اللعيبة اللي موجودة بعد كمان الوديات اللي بياخدها النادي الأهلي عشان التجهيز لإلعودة مرة تانية بعد التوقف الدولة إن شاء الله ما كيد كل يعني فريق في التوقيت ده بيحاول يستفيد من كل أوراقه خصوصا إن المواسم طويلة خصوصا كمان الأندية الكبيرة بتشارك في أكتر من بطولة سواء على المستوى المحلي أو على المستوى كمان الإفريقي فبالتالي إزاي بقى المدرب يقدر يكون بيجهز كل اللعيبة دول بدنيا وفنيا ونفسيا نفسيا دي حاجة مهمة جدا إن انت لو افتقدت روح أي لعب إنه هيكون مش في حساباتك إنه مش عمرك ما هتكون بتستغل خدماته هو أنت كده افتقدته في كل حاجة فنيا وبدنيا لأنه مش هيبقى حسس إن وجوده ليه أي لازمة في تلك هيبقى فيه أحباط هيأثر على مستوى الفني فإزاي يكون كمان المدير الفني بيهتم من كل اللعبين يكونوا حسين إنه في أي وقت هيكون لهم دور وإن دورهم محفوظ وإنما كانتهم محفوظة داخل الفريق ده فيعني ودية كانت مهمة بالنسبة لعدد كبير من نجومة النادي الأهلي ليه أسماء كبيرة ولكن ممكن في الفترات اللي فاتت مكان جوش بيشاركوا بالضبط ومش بيتم استجلالهم بشكل يعني المتوقع فبالتالي بيعودوا مرة تانية لأرض الملعب من خلال ودية وكل واحد بقى إيه وشطرته من الآخر فكورة إنت تثبت نفسك هتقنع المدرب بيك لو جات لك ربع فرصة هتكون بتستجلها على حساب المنافس أو اللعب الأساسي في المركز ده دي كلها حاجات يعني منطقية لكن طبعا بنتمنى السلامة لواحد من نجوم النادي الأهلي صغار السن عمار حمدي والعودة سريعة من الإصابة وده كمان مرتبط